وجه صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة بإثراء مكتبات إمارة الشرقة وذلك من خلال اقتناء كتب بقيمة مليونين ونصف المليون درهمة من دور نشر المشاركة في دورة الثامنة من مهرجان الشرق القراءي للطفل إسهاما من سموه في رفض المكتبات العامة والجامعية والمدرسية والحكومية بأحدث الإصدارات تمشيا مع عامل قراءة ودعم لنشرين ولصناعة الكتابة وتشارك في فعليات المهرجان الشرقة للطفل التي انطلق الأربع الماضي 130 دار نشر من 15 دولة عربية واجنبية وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول المشاركة ب55 دارنا تليها لبنان ب25 دارا ثم مصر ب20 دارنا إضافة إلى مشاركات من كندا والصين والهند والمملكة المتحدة والعديد من دول العالم هذا ويتضمن المهرجان هذا العام 1518 فعالية موزعة على عدة برامج